من نقطة الصفر يبدأ المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين جريفث جهوده لما يره محاولة لأحلال السلام في البلد الذي مزقت الحرب والازمات الإنسانية طوال نحو أربع سنوات بعد شهور من توليه منصبه خلفا للمبعوث الأممي السابق إسماعيل ولد الشيخ أحمد عاد جريفث ليدعو الفرقاء اليمنيين إلى جولة جديدة من المشاورات في جنيذ في السادس من أيلول المقبل جولة تهدف إلى إيجاد تفاهمات بشأن جدول الأعمال لجولة أخرى لاحقة والتوافق على عدد من الإجراءات المتعلقة ببناء الثقة بين أطراف الصراع دعوة يراها مراقبون محاولة للهروب من الفشل الذي رافق جولات جريفث واعترافا ضمنيا منه بعدم قدرته على إحراز أي تقدم ملموس خلال زيارته المتكررة لعدن وصنعاء والرياض وفشله في إقناع الحوثي بتقديم أي تنازلات تتعلق بميناء الحديدة وبحسب محللين يمنيين فإن اللحاطة التي قدمها المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن الدولي والتي تضمنت دعوته لاستئناف الحوار وبناء الثقة لم تقدم جديدا سوى السعي لعقد جولة جديدة من المباحثات متجاهلا ثلاث جولات سابقة استغرقت آخرها في الكويت أكثر من مئة يوم بل ومتجاهلا دور الأمم المتحدة في اليمن منذ 2011 رغم كونه مبعوثا من قبلها جريفث ورغم تأكيده السابق بالبدء من حيث انتهت مفاوضات الكويت ورغم وعده بتحقيق اختراق في جدار الجمود في الأزمة اليمنية إلى أنه يبدو كمن يعلن إفلاسه قبل أن يدشن مشروعه المنتظر يؤكد من جهة أن سلفه الموريتاني والد الشيخ إحمد كان أطول نفسا منه وإن لم يصل في النهاية إلى نتائج ملموسة من جهة أخرى يؤكد أن قضية اليمن باتت أعقد من أن تحل بعيدا عن العودة لأصل الصراع والمتمثل بانقلاب الحوث على السلطة الشرعية ومن ثم إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الانقلاب